السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبه المشاهدين وهنا بكم بحلقة جديدة من برنامج ارض السواد عبر قناة الايام الفضائية طبعا المحور اليوم المحور يخص نجاحات الفلاح العراقي طبعا ببدايات الموسم لما زرعوا الزراعة الستراتيجية خاصة ونحددها اكثر القمح كانت اصوات تشاؤم كبيرة جدا وانه هذه السنة ما راح نعبر للمليون ونصطا من الحنطة وهذه السنة خلاص انتهت الزراعة وإلى إلى إلى يعني حقيقة الكلام كان بتشاؤم كبير جدا حقيقة احنا ايضا ركزنا على هذه المواضيع على توقعت بعض الخبراء ان الموسم راح يكون موسم شحيح موسم غير جيد موسم ما راح نوصل الى حتى نصف موضوعة الاكتفاء الذاتي ولكن لما نشاهد اليوم الارقام الكبيرة اللي قاعد تعلن تسويق الحنطة الكبير في مختلف العراقية بمختلف المحافظات وبعد اكو محافظات هسه هذه الايام يلا دخلت بموضوع التسويق حقيقة الارقام تبشر بموسم خير موسم كبير جدا رغم انه كانت يعني الاشهر الماضي قبل تشكيل هذه الحكومة كانت يعني يعاني الفلاح من اسوأ ظروف بقلة الدعم بكثير من الظروف اللي كانت سيئة المطبات الكثيرة من خلال زراعته وتوقعنا هذا التوقعات السيئة ولكن اليوم اتغيرت هذه البوصلة من التشاؤم الى التفائل النجاح ممكن نحققه ولكن كيف نحافظ على النجاح بالمواسم القادم اراح نناقش كل هذا الشيء مع الاستاذ محمد القزاعي المتحدث الرسم باسم وزارة الزراعة اهلا وسهلا بك اهلا اكم الله اهلا ربي خليك انا استاذ محمد خلي ارجع لي بداية حديثي اليوم الفلاح بكل هذه المعاملة اليوم حلقة خاصة عن النجاحات الكبيرة اللي كانت حققت الفلاح كان متشائم اكثر 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 اه اه كثير من من الخبراء قالوا هذا موسم هيكون موسم سيء بالانتاج كيف تحولت البوصلة الى ايجابية بهذا الحد بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لك وأحياك الله ومشاهد يقناتكم طبعا الكل يتاكرك ان الظروف التي كانت توحيط به عمل الوزارة التوقعات المتشائمة واقع حال سيء كان سنوات ثلاث ماضية كانت لا تبشر بخير مواسم مطارية كانت بائسة اطلاقات مائية مشاكل بها كثيرة وقل في هذه الاطلاقات المائية وصلنا الى مرحلة لربما اعلنت وزارة الموارد المائية في فترة من الفترات ان هناك صعوبة في تهمين متطلبات المياه الشور هذه الامور جعلت من الظروف المحيطة بعمل وزارة الزراعة ظروف صعبة جدا لكن الظروف الاهم هي المتغيرات الاقليمية اللي يتحيط بيك الحرب الروسية الاوكرانية صعوبة تأمين محصول الحنطة اللي هو المحصول الاستراتيجي الاهم على مستوى العالم يعني كثيرا من البلدان شهدت عدم استقرار حتى سياسي نتيجة التأخر في ايصال المحصول نتيجة انقطاع الامدادات او الطرق هذه الامور دفعت وزارة الزراعة الى تقديم الاهم على المهم اليوم انا كيف احقق متطلبات الامن الغذائي للناس في ظل هذه المتغيرات وظروف الصعبة اقرت الخطة الزراعية بالتنسيق مع وزارة الموارد الماية طبعا التي كانت لها الكثير من الخطوط الحمر فيما يتعلق بالتوسع في المساحات التي ستزرع والتي ستشمل بخطط الدعم على اعتبار ان هناك مشكلة ستواجه هنا في تأمين المياه الخاصة بخطة السزرع وحقهم هذا الشيء طبعا حقهم لكن مثل ما اخبرتك انه هناك ايضا تحدي اكبر على وهو تحقيق الامن الغذائي احنا نعرف ان العراق يمتل خزين هائل من المياه الجوفية لتعويض النقص الحاصل في المساحات الزراعية التي تروى بمياه الانهار تم اقرار 4 مليون دونم اراضي صحراوية مشمولة بخطة الدعم تروى بمياه الانهار وتستخدم بها تقنيات الري لترشيد تقنين استخدام المياه فضلا عن ذلك اقرت 4.5 مليون دونم طبعا اضيف الها فيما بعد مليون دونم بعد ما رأينا انه هناك يعني مبشرات وانه هناك موسم مطري يدعو الى التفاعل كان المجموع 8.5 مليون دونم شملت بخطة الدعم ايضا لم يكتفى باقرار هذه الخطة الزراعية وانما كان هناك توجه وارادة لدى وزارة الزراعة باستخدام كل واستغلال كل مواردها المالية لزيارة الدعم المقدم الى الفلاح يعني الفلاح نعرف ان المواسم الماضي دفع ثمن كبير نتيجة اول مرة عدم اقرار خطة زراعية تقوم على اساس التوسع بالمساحات المزروعة قلة الدعم المقدم الى والفلاح دائما يعني يعاني من مثل هذه الظروف زيلة الدعم المالي اولا والدعم الخاص بالكميات مثلا الاسمدة زيلة الدعم المقدم الى من 35% الى 50% وايضا الكميات التي تقدم الى الفلاح من 5 كيلوغرام فقط لكل دونم من السماد الى 30 كيلوغرام بالنسبة لسماء الداب على الرغم من ارتفاع اسعارة يعني بالسوق الدولية و40 كيلوغرام لكل دونم بالنسبة لسماد اليورية فضلا عن ذلك زيلة الدعم المخصص للبذور من 50% الى 70% لم يكتفى بذلك بل صدرت قرارات من وزارة الزراعة وقرت فيما بعد في مجلس الوزراء تتعلق بتبسيط الاجراءات احنا نعرف ان الفلاح دائما ما يعاني بعد عمليات الحصاد في تسليم المحصول الى مواقع الاستلام الكثير من الاجراءات الادارية التي تؤخر اولا حلقة صعبة حلقة صعبة يعاني منها الفلاح دائما الكثير من المحاصل لا تستلم تأخر في تسليم السحقات المالية ظروف صعبة دعت الفلاح فيه كثير من الاحيان الى ان يضطر لي ان يبيع محصول سنة او موسم كامل الى التاجر الذي يشتريه طبعا بسعر زهيد بالنسبة الى سعر الرسم استاذ الحمد راح نتحدث بتلك المواضع اكثر واكثر وندخل بجزئيات مهمة جدا ولكن خلونا نشاهد هذا الفيديو بمعلومات عن موسم الحصاد وبعض النجاحات اللي تحققت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة رجعنا وياكم وحبة المشاهدين وكملين حلقتنا لهذا اليوم استاذ محمد رأي اتوقف فياك بنقطة مهمة جدا النقطة الاخيرة اللي انعرضت هي موضوع تعرف انه اي انجاز او اي امر ايجابي الحقيقة البعض يعني ينفر من هذا الشي ينشر اخبار ممكن اخبار كاذبة وغيرها من هذه الامور والبعض يستغلها لمصالح سياسية مصالح اقتصادية وغيرها من هذه الامور الحرائق اللي صارت يعني البعض سواها دول تريد الصدر وغيرها واحد قال متقصدين بعض الحرائق المحدودة اللي صارت بمحاصيل الحنطة شنو اسبار اتكم تقارير كاملة حول هذا الموضوع يعني لما انتزرع ثمان ونصف مليون دونم مساحة واسعة جدا فتوقع ان تحدث حرائق نتيجة عرضية لعمليات الحصاد احنا نعرف ان الثقافة الزراعية في العراق للفلاح العراقي انه بعد عملية اكتمال الحصاد يقوم بحرق الارض باتجاه تأهيات الموسم القادم نعم طبعا تدري اكثر الحيازات يا اما صغيرة يا اما متوسطة يعني وتدري اتهمات التأمين الحاصود اللي تقوم بعمليات الحصاد يعتمد على الدور او الانتظار فيصادف ان تكون اراضي مجاورة لم تبدأ بها عمليات الحصاد يعني حرق هنا وهنا محصول لم يقام بحصده تنتقل شائل لربما نار من هذه الارض الارض المجاورة الها رياح عالية لربما تؤدي الى حدوث عمليات حرق هنا وهناك ما يهمنا في الامر ان عدد الحراق على مستوى المحافظات التي بدأت بها عمليات الحصاد يعني بحدود بالضبط داعش حريق مختلف المحافظات حيازات صغيرة تم السيطرة عليها في وقتها لم يثبت ان هناك حريق مفتعل او متعمد ومع ذلك عمليات الحصاد مستمرة على مستوى المحافظات تأثيرها بسيط جدا ومحدود لكن مع ذلك يستلزم من الفلاح من المزارع اليقضة والحذار مراقبة ارضه الى ان تتم عمليات الحصاد ونقل المحصول الى مواقع الاستلام الخاصة به لا نستبد ان هناك بعض ضعف النفوس يعني من الاسباب المؤدية الى الحراق التغييرات المناخية ارتفاع درجات الحرارة حتى العواصف الرعدية تتسبب بعمليات حرق هنا وهناك الكثير من الاسباب لكن ما حصله يعني لحد اللحظة ان حرائق مسيطرة عليها مساحات صغيرة ومحدودة لم يتجاوز عددها الـ 11 حرية نعم السيد الحمد المؤد انه ذكرنا موضوعات المحافظات اريد اسأل السؤال انه اليوم توقعات 4.5 ممكن مليون طن ونكتفي بموضوعات البطاقة التومينية بالحراق اريد اسأل السؤال انه محافظات اقليم كردسان ايضا تأطل حنطة الى بغدال المركز او الى السايلوات ويستلمون مستحقات الفلاحين من الحكومة المركزية لو يختلف الوطن لا بالنسبة للحنطة تحديدا العملية مركزية واليوم بالمناسبة كان هناك وفيد من حكومة اقليم كردسان يعني اجل لوزارة الزراعة تقبيه سيد الوزير ممثلي الوزارات المعنية مستشار لرئاسة الوزراء ايضا كان حاضر فيما يتعلق بتحديد المساحات التي ستزرع الموسم القادم بالنسبة للمقصول الحنطة وتحديد الكميات التي ستسلم الأراضي التي ستدخل فيها الخطة الزراعية وكان هناك تنسيق كامل بين المركز وبين الاقليم بالنسبة للحنطة العملية التي تدار تدار مركزيا من قبل الحكومة المركزية ومن قبل وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة الزراعة في حكومة اقليم كردسان نعم لأهمية كبيرة جدا للزراعة طبعا محصول الحنطة بالذات محصول مهم جدا يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي للبلد بكاملة يعني في حالة لا سأمر الله حدوث مثلا شحة في أحد المحافظات هل ممكن أن تمنع اجراءات ادارية معينة عن تزويده من محافظات أخرى بالنتيجة هذا الخزين هذا المحصول على الجمعي للعراق سيكون متاحة لجميع المحافظات حسب احتياجهم ممتاز طبعا أحبت المشاهدين مثل ما أعودتكم بقناة الأيام الفضائية وبرنامج أرض السواد أنه يذهب اليوم إلى الفلاح ويتكلم معهم جولة قناة الأيام الفضائية باحد مزارع الحنطة المنطقة الفاصلة بين بغداد ومحافظة واسط وكانت موسم الحصاد بادي ومشتغل خلنا نلتقينا مع بعض الفلاحين يقل الشفاراهم وراجع اللي يحص يحصل ولي ما حصل ضل يتاني رب العالمين وستاني شاء الله رب العالمين يا رب الحمد لله اللي هما خسرت يعني اليوم الكميات اللي دنشاهدها هي لولا الأمطار الله ورب العالمين بالنسبة هذا اللي نقع له نسيقه ومراه نسيقه نص ونص حسابي نسيقه يدب لثلاث وزنات طبع وزنات كان مرا وحدة وضل على رب العالمين واللي ما سيقه من السجن شوف انت يجوز بي لوذة وفزنات يعني هاي خسارك شغل يعني رب العالمين حفظوا في هذا اللي اللي هنا لا يسدين اللي يطانب مالتهس اللي يطانب مليون ونص بس سيد قالوا يعني انه هذا الموسم كان موسم ناجح هنا صح بداية الحصاد نعم صح صار تأخير موضوع الكيمياوي نعم كيمياوي صار علي وصار علي الشحة المياهلي هذا النهر ما قدر المزار علي ما قدر أنا هاي جاء على إلا حصة قدرني لأرشن علي مني شغل أقول شو سمي تعرف انت لما اني سيت هاي لما اني سيت هاي لما اني سيت هاي لما اني سيت هاي مو جي النهر متروس وهمكو صار تقريبا الشحة الماء المي صحة 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 نعم واني هي بعض ضلت يوم رب العالمين يعني سيد يعني فرضا لو انطار ماكو هاي السنة ايه كان ماشي في هالسنة كان الحجة الساقة تفلاح كان الصار كان ماكو سرعة يعني هذا الفلاح فسر له بالخمس ملايين الدولة مجوز ثلاث ملايين يعني فسر له جوز بالمليونة ونصة صحة انا ما اقول لك يعني كمياءه بمليونة ونصة يعني ذا بلطنية يعني وضافة للكراب مالته والبدور مالته يعني فدعنا الشيء كده لكي نكسره نظام يوم والمطار يعني شعب ما تعتبر هاي السنة هاي السنة تعتبر ديامي عال ديامي ما مستصلح حسن نعم رجعنا وياكم وحبة المشاهدين استاذ محمد رجي تتوقفوا ياكو كلام احد الاخو الفلاحين ومتحثوا انه على قلة السماد او هاي الامور ولكن كان اوكو تأخير يعني مثل فترة من الفترات تقريبا بعز الزراعة بعز موسم الزراعة صار عطل بمصنع البصرة الاسم ده الكيميائي اتوقع او تأخير هي تشي حقيقة من يتحمل يعني كل هذه السببيات اليوم وين دور وزارة الزراعة بمتابعة صح انه ممكن هذا المصنع متابع لكم موعدكم اشراف وزارة الصناعة نعم ولكن اكيد اتكم ضغط اتكم انت اليوم الجهة اللي حقيقة الفلاح اللي ينظر لكم مباشرة طبعا يعني ما راح يقول ان يعتب على وزارة الصناعة لا نظره رأسا دائما على وزارة الصناعة لا يا اخوي وزارة الزراعة المحامي والمدافع الاول والمطالب الاول بحقوق المزارع والفلاح العراقي عملها ارشادي توجيهي لكن تقوم باعداد القطط الزراعية تقوم بتقديم الدعم للفلاح والمزارع من تخصصات المالية تقوم من خلال الرزنة من الزراعية بحماية المنتج المحلي الوقاية غيرها الكثير من الامر تقوم بها وزارة الزراعة لصالح الفلاح والمزارع العراقي فيما يتعلق بالاسمدة احنا كل احنا نتذكر ان هناك كانت تظاهرات امام معمل بترافيميات البصرة ادى الى توقف المعمل عن العمل لمدة اكثر من شهر نتيجة الاضراب اللي كان حاصل العقود وهذه يعني كان العقود اضراب العاملين في المعمل ادى الى تأخير عمل المعمل وهذا امر لا تتحمل مسؤوليته وزارة الزراعة باعتبار ان المعمل تابع لوزارة الصناعة فضلا عن ذلك كانت هناك اشاعة تتذكر اشاعة السماد المسرطة صحيح اشاعة انتشرت بشكل سريع لاسباب تقف فراها الدجهات للتشويش على السماد الذي قامت باستيراده وزارة الصناعة والذي ستقوم وزارة الزراعة فيما بعد باستلامه وتوزيعه على الفلاحين والمزارعين يعني ثار الكثير من الشبهات اولا ماذا الهدف؟ يعني اليوم انشرت اشاعة شون الهدف منه؟ يعني حينما تستور السماد فراح تبيع احتياده بسعر متعوم يعني خلي نذهب باتجاه الربحية والخسارة لبعض الجهات والاطراف اللي يعني مو الكل لكن ضعاف النفوس حينما تثار مثل هذه الاشاعة طبعا الفلاح لن يكون مستعدا لاستلام اسمدة مصرطنة ستؤذي الفلاح وستؤذي الارض وستؤذي المحصول وهي بالنتيجة مسؤولية قانونية وشرعية واخلاقية ايضا كان هناك تخوف على مستوى المواطن العراقي كيف لوزارة الصناعة تقوم باستيراد هذه الاسمدة المصرطنة اتضح فيما بعد وبعد القيام بالكثير من التحاليل والمكتبرات طبعا لعدة جهات وليست لجهة واحدة اتفقت فيما بينها ان هذا الامر لا صحة له وان السماد غير مصرطن وهو ضمن او اقل من الضوابط الدولية المحددة فيما يتعلق بالسماد الكيميائي والشروط المنطبقة كانت مجرد اشاعة اثارتها اطراف مستفيدة من زيادة السعر السماد اللي نتذكر انه وصل الطن الواحد اكثر من مليونين دينار حينما ثبت كذب هذه الاشاعة التي اثرت طبعا وزع السماد 925.000 سماد اليورغ 350.000 فرق كبير عن السوق التجاري يحسبه الفلاح طبعا حينما ثبت حتى السعر السماد بالسوق التجاري انخفض بشكل كبير صحيح خلي اتوقف ايضا وياك بالنقطة حقيقة انا صار لي اصور بهذا الموضوع موضوع الزراعات للسنوات تقريبا ورحت بمختلف المحافظات ادو مشكلة واشكالية كبيرة جدا بغض النظر اليوم على الاسعار الكبيرة بموضوع الاسمدة اكو موضوع النقل الاسمدة اكو تجديد امنع الموضوع ما يصر ينقل صح احنا في فترة من الفترات اللي جامع الارهابية استخدمت هذه المواد لصنع ابوات ومتفجرات وغيرها من هذا الامور ولكن الان الارهاب تجاوز موضوع الامل والحمدالله الامور تهيدة ما اكو تخفيف اجراءات اليوم وزارة الزراع ما تقدر اليوم تطلب او تتكلم مع وزارة الداخلية والدفاع بهذا الموضوع لا اخو هو اكو تنسيق وبعدين مو فقط المجامع الارهابية تعرف ان لوقف ايضا عمليات التهريبة التي تحدث لها السماد من خارج الحدود في بعض المنافذ وبالتالي تعرف ان السماد يخضع لشروط وضوابط معدة في الجهات المعنية في العراق السماد يعني اكثر من استخدام الى الاستخدام الزراعي طبعا بشروط تحافظ على صحة المواطن فمن يضمن ان هذا السماد المعرّب تنطبغ عليه الشروط والضوابط الصحية الكثير يعني هذه الاجراءات حينما تخضع لهذه الضوابط فهي بالنتيجة لمصلحة الفلاح بالنتيجة لمصلحة المواطن صح اكو عمل تأخير نوعا ما لكن بالنتيجة العمل يسار بنسيابية كبيرة وهي بالنتيجة تخضع ليست لمسؤوليات وزارة الزراعة انما مسؤوليات جهات امنية اخرى صح اكو تنسيق صح اكو رأي لوزارة الزراعة لكن بالنتيجة ان المصلحة العامة هي التي تتحكم في الامر وهذه المصلحة تحددها عدة جهات واحدا منها وزارة الزراعة نعم طبعا اريد اعرف يعني اليوم ردت فعل معالي الوزير وزير الزراعة حول النجاح هذا الاندى الصغير يعني هل انه راضي على هذا الاداء ادى طموح اكبر ادى افكار جديدة الموسم القادم يعني اليوم في جلسة المجلس الوطني للبذور تفضل معالي الوزير قبل بدء جلسة بتوجيه كلمة شكور الى جميع وكل من ساهم في انجاح الموسم الزراعي الشتوي الذي وصلنا فيه الى مراحل الحصاد التي وصلت الى مراحل متقدمة وتقديرات شبه مؤكدة بوصلنا الى مرحلة قريبة من تحقيق الاكتفاء الذاتي اقول قريبة يعني اكثر من 90% تأمين حاجات العراق فيما يتعلق بتأمين متطلبات البطاقة التمونية من محصول الحنطة حينما يوجه كلمة الشكر يعني اكو هناك حالة رضا تعرف التظروف التي يعدت بها الخطة الزراعية في بداية الامر يعني حالة التشاوم والارضاق التشويش الذي حصل استهداف البعض يعني ما يوسف الي حينما يركز على الجانب التشاومي في الامر ويترك ما ما يحقق نتيجة جهد يبذل على ارض الواقع هذه الامور كانت تشكل عام الضغط وعام التحدي للوزارة لجميع العاملين فيها للسيد الوزير حينما نصل الى مرحلة الحصاد اليوم وهذه التقديرات بهذه الكميات وتسير الامور بانسيابية كبيرة فيما يتعلق بتسليم المحصول وفيما يتعلق بتسلم الفلاح مستحقات المالية باليد يعني الكثير من الفلاحين استلموا مستحقات المالية في نفس اليوم اللي يسلموا بمحصولهم من الحنطة هذا الامر لم يكن حاصرا في المواسم السابقة كان الفلاح ينتظر اشهر عدة ستة اشهر سبعة اشهر ثمانة اشهر حتى يتسلم او سنة في بعض الحالات حتى يتسلم مستحقات المالية وبالتالي يضطر الكثير من الفلاحين الى عدم تسويق المحاصيل وبيعها الى التجار باسعار بخصة حتى لا تسدد متطلبات الكلف المالية لعملية الاستزراع طبعا انا حبيد المشاهدين ايضا كان ادى لقاء اخر مع بعض الفلاحين وتحثوا عنهم ومشاكلهم صح كانت هناك لغة الفرح لغة اليوم والتفائل بنجاح هذا الموسم ولكن ايضا عندهم الطلبات يجب ان تحقق اليوم ويتتحقق بالموسم القادمة دعونا نشاهد هذا الفيديو راجعين دعونا ندخل الى مرحلة قبل ان تعتبر احد كوابيس الفلاح وهو السايلو لما يسلم الحنطة يقول له له سعال اخذ الصيك بعدين مرة سنة يستلم فلوسة حتى الفلاح بالداين وصير عليه قروض ومضاحف وغيرها السنة شنو التغيير السنة يعني صراحة ان الامانة احنا استصار ثلاث يوم برفتح التسوي يعني البرحسة وقت خابر المدرسال وقال تعرفت المصدق اليوم اليوم؟ اي نعم ما شاء الله اي نعم اي نعم وتسهيلات يعني سائلو كأحنا سائلو الرصافة يعني من الام السنة يعني صراحة غيرت الادارة بي وصرعام يعني صار يعني تتمنى كل الفلاح يساولك سائلو الرصافة نعم نعم يتمنى نعم يتمنى نعم يتمنى نعم يتمنى نعم يتمنى نعم هذا شيء جيد جدا حاج موضوع النقاوة يتعامل منه هاي السنة لو هو جيد لا لا نفسي من العام هاي صار بها تساهل القضية صح هو العام تساهل شنو هاي صارت درجتين؟ هو الشوائب اعتقد شانت واحد لا واحد ونص بخصم هالساعة اقتصارت سماح واحد ونص و الحد اثنين و وجود المعامل التنقية بعد مواقف الله سيودي زرع مناضي ممتاز نعم نعم اهليات نعم نعم حر المر الهن نشوف يعني ممكن الفلاح بعد مباشرة ينقل يودي على ما بيرتاح لا ايش يقول لا وشوائب وغير هاي الامور رقم 825 جيد هاي يقاتبين 2% دعم البذور اللي هي مشاهج من البذور يعني البذور يوضعها في شهر ثاني خش يستفاد منها ايه 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 احنا نسميهم تجار البذور وليس منتجين البذور تجار البذور ياخذوها يخزنوها ويسوقوها بشهادات شهادات ما اقول لك مزاره وانما اقف اللاحين ينقوهم شهاداتهم ومزارهم ويجي بيها على التاجر والتاجر يسوق بيها واكثر البذور يعني تنخذ المال العام تسوق السنة رجعنا بياكم محبة المشاهدين السيد محمد نقدر نحكة على هذا الموضوع اليوم اللي تكلم بيه على موضوع البذور مسوقي البذور شنو الاشكال يدي يصر بيه هاي الحقيقة ما فهم التفاصيل الموضوع التفاصيل الاشكالي لا قصدك انه البعض يعني بعض الفلاحين كون ما زارعين ووجه الغير يعني جيبون حنطة من السنوات الماضية الموجودة يعني سوقوها على اعتبار انه حاصل السنة هاي طبعا هاي تخضع تكشيف تدار لان اللجان الموجودة في مواقع الاستلام تعمل طبعا بشكل دقيق لفصل هذه الحنطة وعدم استلامه في مواقع الاستلام يعني لتحقيق ربحية معينة تعرف سعر ثمانمائة وخمسين الف دينار للطن الواحد سعر مغرب يعني مقارنة بسيطة مع دول المنطقة يعني في سوريا اذا ما تحسب سعر طن الحنطة تقريبا ميتين وخمسين دولار اوقل من هذا كذلك في ايران يعني العراق ضعف اسعار اللي موجودة في الدول المجاورة يعني سعر عالي ومزي بشكل كبير للفلاح خاصة في ظل خطة الدعم الذي اقرت في مجلس وزارة الزراعة والتي تضمنت زيارة الدعم للأسمدة والبذور فيما يتعلق بالكميات والدعم المالي سعر فعلا مزي يمكن فاق السنوات الماضية يعني حتى السنة الماضية اذا كان السعر نمسيته فلم يكن الدعم مثل ما هو عليه في هذا الموسم لأن مثل ما قلت ان الدعم كان السنة الماضية خمسة كيلوغرام فقط لكالدونم بينما السنة هذه كان ثلاثين كيلوغرام لأدابة واربعين كيلوغرام لأليوريا يعني ثمانية اضعاف ايضا زيارة الدعم المادي بالنسبة يعني خمسين بالمية بينما السنة الماضية كان خمسة وثلاثين بالمية قرز دعم للمدخلات ودعم للمخاجات فيما يتعلق بالسعر نعم استاذ محمد اليوم الجميع يتفق حقيقة انه هذا الموسم هو موسم ناجح وموسم نجاح كبير جدا يذكرنا موسم تساطعش تقريبا يعني نفس اليوم وزن النجاح مثل ما انا اعرف انه تحقيق النجاح صعب والحمد لله تحقق هذا الشيء ولكن المحافظة للنجاح الصعب المواسم القادمة يتكون خطط جديدة مثل موضوع البطاقة الفلاحة الالكترونية اشرحنا على الافكار الجديدة اللي هتصير ممكن يعني دعم القطاع الزراحي طبعا واسع ومتعدد ويحتاج الى الكثير فيما يتعلق بالدعم المالي ودعم المدخلات ودعم المخرجات فضلا عن ذلك توافر بعض الظروف التي تساعد على نجاح وتطوير الواقع الزراعي واولها المياه احنا نعرف ان هناك متغيرات مناخية جعلت من العراق المتضرر الاكبر على مستوى العالم تحديدا هو احد البلدان الخمسة الاكبر تضررا ايضا هناك مشاكل فيما يتعلق بتأمين حصص العراق المائية من دول الجوار تحديدا تركيا التي ينبع منها نهري دجلة والفرات يعني معظم حصص العراق المائية من تركيا هناك مشاكل كبيرة في ذلك ايضا التي تقوم على سياسة الاغراق هي ثقافة متوارثة منذ الاف السنين هذه الامور تشكل تحدي لتطوير الواقع الزراعي والنهوض به متى ما يعني غير نوعا ما من الثقافة الزراعية العراقية فوضلا عن ذلك استخدام تقنات الحديثة مثل المنشات وغيرها من الممكن ادامة الواقع الزراعي وبالتالي تطويره هو وزارة الزراعية يعني تؤكد على استخدام التقنات الحديثة على اعتبار ان التحدي الخاص بالمياه اصبح مزمنا لا يتعلق بموسم دون موسم اخر صحيح يعني اليوم السنوات الماضية واليوم الواقع اللي قاعد نعيشه انها الولايكة انخفاض في مناسيب نهري دجلة والفرات وبالتالي صعوبة التأمين السيد المحمد قدرت وقف فيك بهذا النقطة المهمة حتى توصل قلت يعني موضوع انه نجاح الموسم القادم يتعلق مباشرة بالمياه اذا مدودا مياه نزرع ولكن اليوم كرئيس مجلس الوزراء السيد السوداني بنص حديثه في مؤتمر صحفي وعند زيارته الى المزارع في محافظة واسط وقت الحصاد ذكر ان الفلاح الما يستخدم تقنيات ريح حديثة الموسم القادم راح يحرم من الدعم وايضا ممكن حتى ما يشترون منه منتوجه من الحنطة وغيرها كيف يتحول العراق بهذه السرعة من السقي القديم الى السقي الحديث شنو اليوم اجراءاتكم خططكم تدري يعني دائما الارثمي تبدأ بخطوة واحدة صحي او بخطوة اولى مثل ما اخبرتك بان تغيير الثقافة الزراعية القائمة على ثقافة الرأي الاغراقي او الريعي للاراضي قد مضت في زمانها ووقتها اليوم عندنا واقع جديد نعم يجب ان نتعامل معه بواقعية اه وبثقافة جديدة تقوم على استرشيل استخدام المياه وتقنينها اه الحل الوحيد لذلك هو استخدام تقانات الرأي الحديثة صحيح شئنا ما بينه لا نملك خيار او بديل غير هذا فضلا عن ذلك هناك الكثير من البلدان وضح المائي افضل بكثير من الوضع العراقي صحيح حتى الاتراك حتى الايرانيين في الكثير من اللقاءات نعرف ان وضحهم المائي افضل من عندنا لكنهم سبقونا بخطوات كثيرة فيما يتعلق باستخدام تقانات الرأي الحديثة على احتبار انها تحقق فوائد متعددة ليست فقط في ترشيل وتقنين استخدام المياه حتى الانتاجية يعني زيارة انتاجية الارض تقليل الجهد بالنسبة للفلاح تقليل اياد العاملة تقليل ملوحة الارض تقليل ملوحة الارض زيارة انتاجيته وبالتالي تحقيق ربحية افضل واكبر هذا ما يبحث عنه الفلاح لكن الخطوة الاولى هي الخطوة الصعبة كيف احنا نبدل اليوم او نغير ثقافة الفلاح فضلا عن ذلك يعني تدري التسعار المرشات هو مرتفعة لتسهيل اقتناء المرشات من قبل المزارع والفلاح قامت وزارة الزراعة باتخاذ عدد من القرارات حتى تكون هذه الخطوة متاحة وقابلة للتطبيق منها ان مجرد اقرار الموازنة ستكون هناك قروض تقدم الى المزارع والفلاح بشرط شراء مرشم يعني مو قرض شرط شراء مرشم هذا القرض سيكون معفي من الربحية يعني بفائد صفرية فضلا عن ذلك مدة للتزديد على مدار خمس سنوات ايضا قدم دعم وتشجيع للمستوردين الذين يستوردون المرشات بإحفاهم من الرسوم الجمهورية حتى تباح هذه المرشات السوق المحلي باسعار محتدلة هل لوزارة الزراعة دور باختيار المناشئ؟ يعني تعرف اكو بعض الشركات يكون ممكن بضاعتها ردية واكو بعض جيدة يعني هناك عدة حروض عروض من شركة الخريف وعروض من شركة باور النمساوية الشركتين من الشركات الرصينة المعروفة على مستوى المنطقة والعالم شركة باور ليس تقديم قرض بثلاثة مائة مليون يورو لشراء مرشات على ان تقوم هذه الشركة بتوريد المرشات الخاصة بها او بناء معامل في العراق لصناعة هذه المرشات طبعا هذا واحد من ضمن اشتراطات وزارة الزراعة للتعاون مع الشركة النمساوية والشركة السعودية شركة الخريف الاقرب لا هو بناء معامل في العراق لصناعة المرشات وبالتالي تحقيق فائدة مزوجة منها توفير المرشات باسعار نوعا ما محتدلة فضلا عن ذلك تشغيل الاف الاياد العاملة في هذه ما هو العرض الاقرب لرؤية العراق يعني العرضين هما في يعني تدري أن تكون اجتماعات مستمرة اخرها اجتماع قبل سبوع او اكثر من سبوع بحليل مع وزارة الصناعة السعودية اجتماعا بعد هي شركة خاصة وحكومية تدري انت الشركات بالسعودية الشركات الكبيرة هم القطاع الخاص هو مضب خطوات بعيدة صحيح لكن تعرف انت الخطوات هاي والشركات مضمونة من الحكومة السعودية وبالتالي منالك مباحثات مع الشركات بشكل مباشر ومع الحكومات المعنية في هذه الدول لتقديم الضمانات المطوبة من قبل الجانب العراقي يعني الخطوات من قبل وزارة الزراع من قبل الحكومة احنا نعرف ربما تكون المرة الاولى اللي يكون بها المجال الزراعي او القطاع الزراعي يشكل جانب الاهتمام الاكبر من قبل الحكومة ممثلة بشخص رئيس الوزراء المهندس محمد الشاعر السوداني صح والدليل جولات المكوكية في عدد من المحافظات لمتابعة عمليات الحصاد فضلا عن ذلك الجهد المبذول في وزارة الزراعة الجهد الذي يبذله السيد الوزير المهندس عباد جبر المالكي نعم لمتابعة ادق التفاصيل كان فيما يتعلق بتوفير المرشات او متابعة عمليات الحصاد الاجراءات الروتينية الخاصة تسهيلها المشاكل يعني الكثير من الوفود التي تأتي من مختلف المحافظات تجد ان الباب مفتوح لتلقي كافة المحافظات والشكاور كل هذا الحراك ان كان على مستوى الوزارة او ان كان على مستوى الحكومة يمثل نقلة نوعية في الاهتمام بالجانب الزراعي تحققه في ظل الحكومة ممتاز طبعا احبت المشاهدين ايضا لدينا فيديو من الاخوة في اعلام وزارة التجارة حول عمليات التسويق والتسهيلات اللي قاعد تقدم الى الفلاح هيا خلين شاهد هذا الفيديو وراجعين رجعنا اياكم احبت المشاهدين ومكلمين حلقتنا لهذا اليوم شاهدنا حقيقة يعني تحية لوزارة التجارة ايضا يعني يجب اليوم نشكرهم على العمل الكبير اللي حقيقة بعض الصوامع 24 ساعة وصل العمل به لاستلام الحنطة ماكو تأخير قبل كان الفلاح يطيء جور سيارة الواقفة بات امام الساعة اليومين لو اثلاثة لو اربعة فايضا اتكم لجنة مشتركة بين الزراعة والتجارة لو ماكو شي لجنة لكو تنسيق دائما يعني ان كان بين وزارة الزراعة والتجارة وان كان بين وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية وهذا اعتبره فد شيء جديد يعني في التعامل بين هذه الوزارات فيما يتعلق بها التنسيق ان كان فيما يتعلق يعني في موسم الحصاد او فيما يتعلق بإعداد الخطط الزراعية بين وزارة الزراعة والموارد المائية كانت قبل يعني تتذكر اكتهمات متبادلة اليوم لا يوجد حالة تنسيق نتيجة الجهود المبدولة تعرف أنت الإدارة هي فن اليوم سيد وزير الزراعة وسيد وزير الموارد المائية حالة تفاهم مشتركة الاعتبار تحقيق مصلحة عامة لبلد ولوطن ولحكومة يشكل جزء منها وزارة الزراعة وجزء منها وزارة الموارد المائية إذن الكل يسعى إلى غاية وإلى هدف واحد وهو تحقيق المصلحة العامة إذن هذا التنسيق هو لفائدة المواطن لفائدة الحكومة لفائدة لزيارة الانتاج للوصول إلى حالة نتجاوز فيها المشاكل الإدارية التي كانت موجودة نعم يعني اليوم لدينا نجاح بزراعة الزرا ونجاح كبير بزراعة القمح حقيقة العراقي يسأل اليوم موضوع الشلب هل ننسى في ضل هذه الأعزمات بعد ماكو شلب بالعراق المواطن والفلاح العراقي يعرف أن زراعة الشلب زراعة صعبة وتعتمد على توفير المياه بشكل مستمر والفترات طويلة لمحصول الشلب يعني ممثل الحنطة تعتمد على ريات أو سقيات معينة يعني محدودة ست أو سبع مرات نصل بها على ريات الفطان منتهى الأمر زراعة الشلب زراعة صعبة ومعقدة وهي تقوم على أساس تدري التأريي الأغراقي والفيضي المحصول اللي يستمر فترات طويلة نحن نعرف اليوم أن هناك واقع في العراق يقوم على أساس ترشيل السلاك المياه يعني حتى نحافظ على استمرارية الواقع الزراعي لابد أن يكون يعني اتخاذ بعض الخطوات الصعبة حتى نضمن ديمومة هذا الواقع فرضا مستاذ محمد أنه الموسم القادم اعتماد الفلاحين اللي بزراعة الزراعة الستراتيجية ذراء وحنطة وغيرها من هذا الأمور حيكون بتقنيات ريح حديث راح توفر كمية نقدر نستغل لموضوع الشلب يعني أخوه ممثل المساحات اللي خاصة بزراعة الحنطة وزراعة الذرة احنا السنة الماضية تم زراعة عشرة آلاف دونم اليوم تقارير وزارة الموارد المائية واللي كل سماحة والكل شافة أنه الوضع المائي في العراق وضع صعب نعم بالنتيجة يعني التوسع في الخطط الزراعية الخاصة بزراعة الشلب يكون صعب ومجانب للواقع اللي موجود لكن بالنتيجة هناك لجنة فنية ومشتركة بين وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية تقوم بإعداد الخطط اللازمة على وفق التقارير المعدة في وزارة الموارد المائية طبعا وترفع إلى وزارة الزراعة أكيد يعني إحنا وصلنا لختام الحلقة والأخوة يقول لهم ولكن قبل الختام يوجد فيديو قصير 22 ثاني يتبين فرحة الفلاح العراقي بالمحصول الحنطة خلين شاء الله الفيديو انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي وراجعين ردعنا لك أستاذ محمد الردع الفرح مستمر المواسم القادمة إن شاء الله إن شاء الله طبعا كل التحية والشكر لك لستاذ محمد الخزاء المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة على كل هذه المعلومات وشكرا تزيلا إليك حياتي الله يحفظك أستاذ طبعا أحباد المشاهدين إلى هنا تنتحق حلقتنا لهذا اليوم ومن نجاح إلى نجاح آخر حقيقة الفلاح العراقي استحق التحية وأيضا الجهات اليوم الدائمة استحق التحية من وزارة الزراعة وأيضا وزارة موارد مائية رغم الظروف الصعبة وأيضا وزارة التجارة اللي عملت عمل كبير إلى هنا تتحق التحية لهذا اليوم نلتقيكم بحلقات أخرى إلى اللقاء